نساء إيران كما لم نراهن في الإعلام من قبل شقراوات وذوات الشعر الأحمر والكستنائية لأول مرة تظهرن دون حجاب داخل إيران ليراهن العالم شعر المرأة الإيرانية وحقها في إظهاره يتصدران الأخبار حاليا وذلك بسبب حملة لحظات حرية مصروقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعية وتنشر النساء من جميع أنحاء إيران صورا لهن دون حجاب والفضل يعود للصحفية الإيرانية مسيح والتي تقول إنها بدأت الحملة دون التخطيط لجذبي كل هذا الانتباه وضعت صورة لي على فيسبوك وأنا أركض في لندن وشعري ياتطاير ومن ثم تلقيت رسائل من صديقاتي يطالبني بعدم فعل ذلك لأنه لا يمكنهن القيام بالمثل في إيران فسألتهن كوني صحفية إذا ما كنا يملكنا مثل هذه الصور وتلقيت كل هذه الردود مسيح تصر على أنها تطالب بحق المرأة في الاختيار ولا تريد أن يكون الحجاب مفروضا على كل النساء ورغم أنها معروفة بانتقادها للحكومة الإيرانية إلا أنها تصر على أن صفحتها ليست سياسية على الإطلاق هؤلاء النساء لسنا ناشطات ولا ينتمين لأي جماعة سياسية إنهن نساء عاديات لم يشاهدن أنفسهن على هذا الشكل من قبل الحجاب يعتبر من القضايا المثيرة للجدل في إيران ولكن هذه الحملة لم تقتصر فقط على طهران بل أخذت صدا عالميا أطلقت هذه الصفحة على فيسبوك منذ نحو أسبوعين وحتى اليوم حصدت أكثر من 140 ألف متابعا ولكن يقول البعض أنه ليس لديها تأثير حقيقي في إيران بسبب حجب السلطات لهذا الموقع خروج المرأة من منزل هدون حجاب في إيران ممنوع كما أنه ممنوع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذا لا يعني أن الناس يلتزمون بذلك مواقع التواصل الاجتماعي ممنوعة رسميا في إيران ولكن الأكثرية لا تزال تستخدمها وحتى السلطات تستعين بها أيضا في بعض الأحيان ولذا هذه الحملة انتشرت لأنها تتطرق لموضوع حساس لذلك يتخوف البعض من هذه الحملة ويقولون أن النساء قد يتعرضن للملاحقة والمقاضات بسبب نشر صورهن على هذا الشكل البعض يقول أن هذه الحملة جيدة كما أن البعض يقول أن السلطات حساسة حول هذا الموضوع وقد تعتقل النساء اللواتي يظهرن أوجههن في الصور دون ارتداء الحجاب هذا الموضوع الشائك يأتي بعد أن أقر الرئيس الإيراني حاسن روحاني بأن الإيرانيات ما زلنا يواجهن التفرقة والعوائق الثقافية وكان روحاني والذي يعتبر إصلاحيا رفض ثقافة التفرقة بين الجنسين ولكن على الرغم من ذلك انتقدت السلطات والقوى المحافظة في البلاد هذه المبادرة بشدة ووصفوها بالمعادية للثورة ولكن الانتقاد لم يمنع هؤلاء النساء حتى الآن من التمتع بما وصفناه بلحظات الحرية ويواصلنا علنا اختبار شجاعتهن في التعبير عن حريتهن الخفية جاناي بولوس بي بي سي ترجمة نانسي قنقر